بعد عامين على إحالته من صندوق الإعمار يتساءل أبناء قبيلة بني سعيد عن مصير ترميم وإكساء طريق آل نايف الحيوي فيما طالب أبناؤها أجهزة الرقابة بإماطة اللثام عن مصير الأموال التي بخرها التقصير والفساد أنا أريد فلوسنا وين؟ وين البوك هذا البوك؟ يا أهلي بوك؟ شو ما فتهمهم؟ حقوا ماكو، ماكو، العمار ماكو، كل شو ماكو يا أهلي قال يا أكل خير يا أهلي قال يا أكل خير، وكشو ماكو، أ amplify كلا حفرة finished ضيم، من أكل يا أما الله أكو لازم أكل شي من فوضل يا أما هذه الشارع محفر منتهي منا لحد إياي Abraham Earlyawa يعني الناس راحت به الله أكذا له عوائلين هناك عوائلين حوالث مو طبيعي مو طبيعي في عنة أحفار السيارات الم сказать ع 출kamات باستي أصليها الحل neverthelessوا الgehاصل. التكسرات والمطبات المنتشرة على طول الطريق تقف وراء العديد من الوفيات فالحوادث المميتة تتكرر بشكل شبه يومي على الممر المختصر الذي يربط بين محافظتي ذيقار وميسان هذا يربط عمارة، إصلاح، النايف، الهجول، سيد أحمد الرفاعي، ناصرية، سيدة خيل يعني شارع حيوي وهذا الشارع كل هذه المناطق الآن هسه يعني متوقفة على مود هذا الشارع الله وكيلك الروح للإصلاح، الروح لسيدة خيل، الروح للناصرية، كثرة الحوادث وعلى أساس بالواحد وعشرين تم إكساء والحد الآن هاي لثلاثة وعشرين ما شفنا إيش يقولوا الناحش راح نكسي وراح نبلط ورايح ورايح والحد الآن أي تنفيذ ما يكون بينما هذا الشارع حيوي يعني مو أقول لك شارع عام هذا الترد الخدمي أثرات جيوب المسؤولين وأصحاب الشركات المنفذة للمشارع دون انعكاسات على حياة المواطنين الذين حملوا دوائر الرقابة مسؤولية تفاقم المعاناة وهنا الصورة أبلغ من الكلام لقناة دجل الفضائية راسم كريم الناصرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر